السلام عليكم. معكم محمود. ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شروري انفسنا ومسائيات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادية له وبإذن الله ثم ما ما بعد بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ندا حلقتنا على بركة الله تعالى. مرة شاب من اخوانكم اتواصل معي علشان عنده مشكلة في مشروع الزواج بتاعه في روسيا. قال في واحدة كانت عجباني جدا وبتاعه وفجأة مش عارف مش عايز عمل كم موقف كده مش عايز اكمل معها وعايز اشوف حد احسن فقال له قدامك واحدة تانية قال لي لأ. قلت له يا راجل قال لي بصراحة في كم واحدة كويسين بس هي دي بالذات مش عايزة. حتى لو مش هتجوز خالص. قلت له يعني من كلامك ان انت الجوز مهم بالنسبة لك قوي دلوقتي. قال لي اه بس مع دي لأ. فالدته بيقول لي يعني انا حكي لولدتي وشافت البنت وبتاعه. بيقول والدتي بتقول لي يعني يا ابني اما انا كنت اه متاخدش على دماغ هي لسه صغيرة وبتاع ده. انا متجوز ابوك طلبت طلبات كتيرة جدا وبتاعه والراجل جبها لكلها وادته من قلبي خدمة طول العمر بعدها لانه هو تعب نفسه عشاني. وانا كنت صغيرة وطموحاتي كبيرة ومش عارف ايه. فحادي اتسهل معها يا ابني وانت مش قليل برضو وتقدر تعمل اللي هي عايزة. وهو يقول لنا مش مقتنع. كل ما اقول لها على حاجة مسلا قالت كزا ولا البنت مسلا دماغها كزا. يا ابني. وانا كنت عارف الاسلام كله وانا صغيرة. انا ما اتجوز ابوك برضو كنت بحب اخرج واعمل ومش عارفي. واهلي ما فاهمونيش ان الدين مهم. بس اما اتجوز ابوك الدنيا بقيت كزا ومش عارفي. فبقول والدتي بتدفع دفعا ان انا اوافع على البنت دي ومقتنعة بيها. وبتقول انا ما كنت صغيرة مش عارف ايه بتاع فا بيقول لي ايه احد الحاجات بقى اللي انا مش عارف اقولها لولدتي ازاي. بس بيقول ايه في وسط الكلام كده وهي والدتي عمال بقى بيقول لكل ما اكلمها تقول له ما انا ما كنت صغيرة كنت مش عارف ايه بتاع. فالمهم فقال لها يا ماما دي اه معطنق قلبو زي او حاجة زي كده يعني. فقيت لقى يا ابني ما انا برضو وما كنت متجوزة بوك لسه جديد. ايه? يا نهاري سويد معطنق قياح حبيبي? بوزية? بتقال لها اه حاجة زي كده واعباد الطاقة وبتروح سمينانات ومش عارف ايه. قيت لها الا كده. ده ما كانتش باين عليها ده انا قابلتها وتكلمت معا. فبيقول والدتي يعني ست عشرية وبتحب بكل الناس وبتاع بقال لها بس يا حاجة مش للدرجات دي ما لازم فهمك بقى الدنيا ماشي ازاي. بتقول له بص يعني انا متجوزة بوك اي نعم كان في حاجات بس مش للدرجات دي لا مش كفر لا لا مش من درجة الكفر بس هي بتحب قوي الحاجات دي قال له انا بصراحة مش مش هاضم ان مراتي تبقى وهي مش نوعه تبطل قال لي يعني هي قالت له انا هبقى مسلمة وعجبني ثقافة الاسلام بتاعتك وكل حاجة بس مش هتبطل الاعدات الطاقة والجلسات والكلام ده قالت له لا ده تروح لشيخ بقى فالمهم اتواصل معي قلت له انا مش شيخ قال لي بس لقيتك بتكلم في حلقة عن الموضوع ده قال لي وخصوصا ان هي من المنطقة اللي بالزبط حضرتك قلت عليها قال لي هي من شليابنسك فقال لي مدام والدتي يعني حباها وبيقول والدتي يعني ايه اه شافت القناة بتاعت حضرتك وهي اللي قالت لي يعني قالت فلان اتكلم على اه البنات بيعتنقوا ومش عارف ايه وان فيه هنود فاعرف بقى كانت مرتبطة بواحد هندي قبل كده ولا ايه وبتاع فدول فردت لي يعني الحلقات بتاعت حضرتك فاتواصلت معاك علشان الموضوع ده فقال في حل ولا سيبها ولا خلاص ولا بتاع فقالت له اه اغلب الظن اه لا تعني معلوماته الدينية ما تخدموش قوي ان هو يقدر يشتغل كويس على الموضوع ده ويصلح من الزوجة فقالت له الموضوع هيبعيب عليك فغالبا الفصل احسن انك تسيبها اسهل فقال لي طب خلاص تمام قلت له بس ده مش كل الكلام قلت له بس في فرصة ان انت تعرف اصلا هي عندها قابلية قال لي هي مش عايزة تسيب الموضوع ده وقالت بعد الجراز هعمل قلت له لا ده الكلام الاولاني احد الوقتي في كلام جديد قال لي ماشي حضرتك قل لي اعمل ايه واقول ايه وانا هقول قلت له هنبدأ من جديد خالص كانك ما تكلمش الموضوع ده قبل كده بالترتيب اللي هقولك عليه وحسب ردها قل لي ما تردش عليه الرد اللي هتقولهولك فروضهولي قل لي قالت لك ايه وانا هقولك الموضوع ده ييجي منها ولا لا ففروض لي فعلا الكلام قلت له وهي بصراحة انا مش عارف كذا 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 بس انا بارتاح مع الناس دي مش عارفة فقلت له دي فيها امل فيها امل في الاصلاح فقال لي يعني ما سيبهاش قلت له غالبا اه قلت له بس ما فيش جواز قبل ما نوصل لمرحلة كذا قال لي ده احنا كنا يعني هي بتتكلم على الجواز بعد قال المفروض في الاجازة انا خلص انتحانات بعد شهرين يعني المفروض بعد تلات اربع شهور الجواز قال له انا عايزة فلسع قلت له فيه بعدين هنتكلم هنتكلم عليهم اولا المشكلة دي هي المشكلة الوحيدة ولا انت حاس ان انت تسربعت وهترتبط بسرعة وعايز تجيب خطوات لورا تتأكد من الموضوع ده من جوة نفسك الاول هل انت في ناس بقى هيموتوا يتجاوز وما تجيلوا واحدة كويسة ومش عارفة وهي بتقول له هنتجاوز انت بقى تلاقيه بتدي تراجع يقول لك لا لا كنت سراعت لحسا هلاقي حاجة احسن الشيطان هو اللي بيلعب له في دماغه في الحتة دي فقلت له اتأكد من الحتة دي الاول فالمهم فعلا قال لي يظهر ان عندي اه فعلا نزغ الشيطان وبتاع انا مش عارف ليه بتراجع هي كويسة وامي شافتها وكويسة قال بس هي حتة البوزية والكلام ده قلت له ما اتطمننا اه وقلت لك ما هي ماشي معاك في البرنامج اللي احنا حطناه قال هي بتستجيب وداني كويسة بس انا خايف من المفاجآت ومش عارف له لا ما تخليش الشيطان اه يخليك ترتجف كده فالمهم الحمد لله ربنا وفقه وتزوج ونحسبه على خير بيقول ماشي كويس يعني لكن اه الفكرة اللي عايز اقولها لكم يا جماعة مش بس فكرة البوزية في افكار كتيرة اه مش حلوة اه فيها شرك فيها ايمان بالسح ايمان بالدجل ايمان بالخزعبلات بالارواح الشريرة وفي ناس مننا للأسف بيتباعها هل ده معناه ان هو وعلى فكرة الدين بيكفر الموضوع ده عارفين ان اللي بيتباع ساحرا ويصدقوا ده طبعا بيبقى فيها خروج من الملة وشرك ولكن اه هل الناس دي مش ممكن تستتب وتفوقها كده اه ممكن في ناس مش ممكن في مقفول عليها الباب فلو في امل معلش ما ترميش بسهولة كده اه فواحد يقول لك اقول ربنا اللي خلقها ما خلقش غيرها خلق غيرها وطبعا وكل حاجة بس اخشى ان تكون دي هداية ربنا ليك وفيها عيب صغير مثلا او مشكة صغيرة قابلة للحل وانت ترميها كده تقول لا مش عايز اي نعم ربنا ما بيجيبش غير حاجة حلوة وحاجة جميلة بس مين عارف مش انا مش ممكن اكون انا على قد شغلي وعلى قد ايماني جيالي الهدية دي وانا لو كان ايماني اعلى من كده كنت اخدت حاجة احسن من كده فده على قد مجهودي على قد شغلي فقعد يقول لك طب انا اشتغل احسن ويجي لي حاجة احسن ماشي انا موافق اه سيب دي اللي هي فيها نقائص فيها مشكلة بس بشرط انك تعزم انك تشتغل اكتر لان كل الناس اللي اتكلمت معاهم وكان عندهم الحالة دي ترك الفرصة اللي كانت قدامه او نص الفرصة سميها زي ما تسميها او اللي فيها عيب او هكزا وقعد بعدها تلات اربع سنين لطور من نفسه علشان يحصل على حاجة احسن وفي نفس الوقت بيدور في حاجات تعبانة. فقعد اربع سنين ولا تلات سنين بلا زواج. فيبقى كده اتبطر على النعمة اللي هي قليلة على قده في الوقت اللي كان عليه وقالك يمكن الاقي حاجة احسن. فضل سنين وملاقاش حاجة احسن. نموسا. كلام خلص يا رب تكون فكرة النهاردة واضحة. مش بقولك تتجاوز اي حاجة والسلام. مش بقولك تتجاوز واحدة وثانية ولا كفرة ولا ما قلتش الكلام تلك عشان ما تقولنيش. ولكن لما تبقى فيها فرصة ان هي تبقى مسلمة مؤمنة كويسة وطقية. وانت اضاعي الفرصة وضاعي على نفسك الثواب. ممكن. تحرم الهدايا والعطايا من الله لفترة زمناية ما اعرفش قده. خصوصا لو ما طورتش نفسك دينيا. وحسنت نفسك وانت بتقول انا عايز حاجة احسن. طيب هنتطور نفسينا عشان ناخد حاجة احسن. هنتطور ديننا وايماننا بالله. وهندور في حتة احسن. لكن هدور في حتة اي كلام. واتعرف على مناة اي كلام. وانا ما طورتش نفسي. يبقى تاخد نتيجة اسوأ من اللي انت كانت عندك قبل كده ودي كانت بتعتبر طب بالنسبة لك وقتها بس انت اللي بكنتش شايف. وكنت اصلا هتموت عليها عشان تتجاوزها. وبعد ما وفقت وقالت لك اوكي انت اللي هربت. وده نموذج متكرر وعملت حلقة سابقة على نفس النموذج والسيناريو. يا رب تكون افكار النهاردة واضحة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد والله اله الا انت استغفركم اتوب وليك. نشوفكم على خير. الحلقة خلصت. حفظ الله. السلام عليكم. امان.